ترأس رئيس الوزراء دكتور معين عبد المالك اجتماعا ضم عدد من محافظي المحافظات لمناقشة التحديات والصعوبات في العاصمة المواقعة عدن والمحافظات المحررة خاصة في الجوانب الخدمية وتم التوافق على مجموعة من القرارات لحلها وفقا للأولويات القائمة والإمكانيات المتاحة وفي مقدمتها المرتبات والكهرباء والمياه وتدارس الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي عن بعد تكامل الإجراءات المركزية والمحلية لمواجهة التحديات القائمة بما فيها الخدمية والأمنية والصحية والتعليمية والاقتصادية وتخفيف التداعيات التي تواجه المواطنين في معيشتهم وحياتهم اليومية واستمرار الإجراءات لمواجهة جائحة وباء كورونا كما تم التطرق إلى تصويب العمل الإداري في المحافظات وضبط وتنمية الإيرادات ومعالجة أسباب القصور في انتظام الخدمات واتخاذ إجراءات حازمة لتشخيص مكامل الفساد ومعالجة حالاته إضافة إلى تطبيع الأوضاع الأمنية وغيرها من المواضيع وفي مستهل الاجتماع نقل رئيس الوزراء إلى المحافظين تحيات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وتقديره لما يبذلونه من جهود في ظل هذه الظروف الاستثنائية وكذا التهاني بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخاردة والعيد السابع والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة مؤكدا دعم الحكومة الكامل للسلطات المحلية في إجراءاتها وتقديم كل ما يمكن من إسناد الإنجاح جهودها في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وبما يتناسب مع خصوصية كل محافظة واحتياجات مواطنيها المريحة ووضع الدكتور معين عبد المالك المحافظين أما مصورة شاملة عن الأوضاع الراهنة بيوانبها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والتوجهات التي أصدرها مؤخرا لمعالجة مشكلة الكهرباء في عدد من المحافظات إضافة إلى الخطوات التي تم إنجازها لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياضة مشيرا إلى أن استكمال تشكيل الحكومة اليديدة وعودتها إلى أرض الوطن لممارسة مهامها سيحل كثير من الإشكالات القائمة ويذلل الصعوبات القائمة أمام المحافظين وفق مبدأ تكامل الجهود بما يصب في مصلحة المواطنين وينعكس بشكل مباشر على معنشتهم وحياتهم اليومية مؤكدا أن هناك خطوات مهمة يجري تنفيذها في الشق العسكري والأمنية المنصوص عليها في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والتي من شأنها التسريع بتشكيل الحكومة اليديدة في أقرب وقت ممكن وأشهد رئيس الوزراء بالدور المحورية الذي تلعبه السلطات المحلية في هذه الظروف الاستثنائية خاصة في عدن ومأرب ودعم الحكومة لقيام المحافظين بمسؤولياتهم والرقابة على أعمالهم مشددا على ضرورة عدم التغافل عن معركة اليمن والعرب الأساسية والمصيرية ضد ميليشيات الحوث الانقلابية واستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وقال إن الوقت للعمل ومواجهة تحديات الصعبة ووفق أهداف واضحة ومحددة تلبي احتياجات المواطنين بموجب التوجهات العامة للدولة والتمسك بالعمل وفق خيارات الدولة وفي إطار مؤسساتها وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تركيز الجهود لتحسين الخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير الأجواء الملائمة لإعادة الإعمار ومعالجة الأوضاع الإنسانية مشيرا إلى أن حكومة الكفاءات السياسية اليديدة وبناء على التشاور مع القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها عدت جملة من الأولويات وعازمة على المضي بنهج مختلف يعالج التحديات ويحقق العدالة والإنصاف لجميع المحافظات وأبنائها وعبر محافظوه المحافظات عن تقديرهم الكبير للجهود الاستثنائية التي يبذلها رئيس الوزراء والتواصل اليومي والمستمر معهم لإطلاع على الأوضاع أولا بأول وتدليل الصعوبات أمامهم وفق الإمكانات المتاحة مؤكدين على ضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى أرض الوطن وتطبيق العاجل لجميع بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بما ينعكس على تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ويوحد الجهود لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وقدم محافظ عدن أحمد حامد لم لا استقريرا عن مختلف الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والجهود المبذولة لتعامل معها بالتنسيق مع رئيس الوزراء وسير تنفيذ التوجيهات التي أصدرها بخصوص معالجة مشكلة الكهرباء إضافة إلى تحديات القائمة في مرتبات العسكريين والمقترحات لمعالجتها والجوانب المطلوب دعم الحكومة كما تضرق محافظ مأريبا لواء سلطان العرادة إلى المعركة الجارية مع ميليشيات الحوثي الانقلابية على أطراف المحافظة والصمود الأسطوري للجيش الوطني والقبائل والمقاومة الشعبية في إفشال المخططات الحوثية وسحق هاجماتها واستعادة الزمام المبادرة حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة العاصمة صنعاء وتحرير كل شبر في الوطن لافتا إلى جهود السلطة المحلية للتعامل مع النازحين وكذا توفير الخدمات والجوانب التنموية المختلفة وتحدث في الاجتماع محافظي تعز نبيل شمسان وشبوة محمد صالح بن عديو والمهرى محمد علي ياسر وأبين اللواء أبو بكر حسين والظالع اللواء علي مقبل صالح والحديدة الدكتور الحسن طاهر وسقطر رمزي محروس والأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج عوضاء الصلاحي حول جهود السلطات المحلية للقيام بواجباتها والتحديات التي تواجهها والرؤى والأفكار لتعزيز التعاون والتنسيق المركزي والمحلي لتجاوزها إضافة إلى الأوضاع في كل محافظة واحتياجاتها ذات الأولوية شارك في الاجتماع وزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال عبد الرقيب فتح وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور